على مرة عقود أكثر من 55 فيلم أفلام ما نقدر نقول إنها كانت دائما تنجح عند شبابيك التذاكر ومهما عدنا بالذاكرة صعب كثير جدا إنه نحن نذكر اسم فيلم ما لقى النجاح أو كان متوقع بسبب نشاط الشركة وإنتاجها دائما لأفلام يديدة صعب نحدد كم فيلم بالضبط تم إنتاجهم خصوصا إن هذه الإنتاجات تتنوع بين الأفلام والمسلسلات في حلقتنا لليوم خلوني أدخلكم وياي لعالم ديزني المتنوع بين السينما والمسلسلات والألعاب والمنتجات الترفيهية وأيضا الرياضية لا وبعد بأخذكم للمنتجات والحضايق العالمية بداية خلوني أذكركم الشخصية اللي أنا متأكدة إنكم موايد تحبونها لا مو بس جدي أنتوا أنتوا وأباكم ومهاتكم وعيالكم والكل حتى العيال الفريج اللي معاكم منو فينا ما يعرف الشخصية المهضومة على قولة إخوانا اللبنانيين واللي هي وايد قريبة من القلب اللي هي ميكي ماوس وصديقتها ميني ماوس تخيلوا إن انطلاقة والد ديزني كانت مع هاي الشخصية ولين اليوم تمت شخصية ميكي ماوس اللي بيصير عمرها تقريبا 100 سنة خالدة في ذاكرتنا وبعدها محببة ومقربة لنا ولعيالنا واللي يمثلون الجيل اليديد ديزني حسب اسمها هي مؤسسة للترفيه وليس فقط للأفلام وهي مؤسسة أمريكية ابتدت في عام 1928 ولين يومنا هذا؟ لازالت تقدم جميع أنواع الترفيه حول العالم من شخصية ميكي ماوس إلى اللي كانت فيها يجي الأيام محصلة على رواد وايد كبير بين الناس واللي ساعدت بعد بالترويج لإطلاق فيلم سنو وايت والأغزام السبعة بعام 1937 اللي كان أول إنتاج لها فيلم رسوم وتحركة طويل بس متخيلين أن هاي كانت فقط البداية؟ طبعا ديزني ما توقف نشاطها على إنتاج الأفلام والمسلسلات مثل ما خبرتكم بل انتقلت لكل أنواع الأنشطة الترفيهية فمع بداية عام 1955 فتحت ديزني لاند أبوابها أمام زوارها في كاليفورنيا واللي يعتبر بحسب رواية وولد ديزني أنه كان أمر مضحك الطريقة اللي قرر فيها يفتتح هذه الحديقة كانت واحدة من زياراته وبنته لما كانوا يبون يروحون لمكان يستانسون فيه ولما وصلوا للمكان حس أنه يباق ألعاب وايد واللي موجود ما يكفي حتى وما حصل أدوات التسلية اهنيت الفكرة وقرر يكون صاحب مشرور مشابه وفعلا اليوم ديزني لاند بكل الألعاب اللي موجودة فيها وكل الشخصيات الكرتونية المشهورة اللي تحاوت في المكان صارت من أهم وأكثر الأماكن زيارة في العالم كان فيلم بياض الثلج والأقزام السبعة هو أول فيلم رسوم متحركة طويل من إنتاج ديزني وكان مستوحى من فيلم فلة والأقزام السبعة للأخوين جريم واستمر العمل على إنتاجها الفيلم الطويل ثلاث سنوات طبعا يا متابعين في هذه تشليان كانوا وايد صعب أنك انت تخاطر في الإنتاج وأنك تدخل بنوع يديد من الأفلام لكن الفيلم صدمهم لأنه حقق أعلى إرادات لمدة سنتين وهذا خلى منه فعل خير على شركة ديزني اللي ما كانت هي بروحها متوقعة هذا النجاح إلى هذا الحد الكبير وحينها قررت وولد ديزني أن تنتقل الإستيديوهات إلى مكان ثاني ويطور من مقر المؤسسة ليكون فيها إستيديوهات أكبر وتقدر تستوعب كمية اللي يحلم فيها من الطاقم قصة فيلم بياض الثلج من القصص اللي لليوم نرويها لعياننا الصغار هذه الأميرة الجميلة اللي اسمها سنو وايت أو مثل ما عرفناها باجتماعاتنا بياض الثلج تعيش سنو وايت في قصر مع زوجة الأب الشريرة اللي بعد ما يتبيتها كمدبرة منزل قتلت مرته وعقبها تزوجته بحجة الاعتناء ببنته بياض الثلج ولبعدها حاولت بكل الطرق إنها تتخلص منها الأميرة الحلوة خصوصا بعد ما سألت مريتها بجملتها المشهورة مريتي يا مريتي من أجمل الجميلاتي؟ أكيد تذكرونها ولما ردت عليها المرأة وقالت لها إن بياض الثلج هي أجمل بنت في المملكة هنا كانت بداية الحرب أو حرب الغيرة من مرت الأب الظالمة واللي بدت في مخططاتها عشان تتخلص من سنو وايت وتكون هي الأجمل في المملكة وبعد ما يقست الملكة الشريرة من إنها تحاول تصير أجمل إمرأة في المملكة أمرت بقتل سنو وايت لكن الحارس اللي أمرت الشريرة بتنفيذ أمر القتل قرر يتراجع عن تنفيذ هذا الأمر ويتركها تهرب إلى الغابة المظلمة ولا يحط على عاتقة إنه يقتل روح بريئة وطبعا كان مخبر سنو وايت إنه عنده الأمر وإنه بيتخلص منها لكن ضميرا ما طهوعة وحذرها كثير من أفعال مرتبوها وهناك في الغابة الموحشة التقت سنو وايت بسبعة أقزام صغار يعيشون في كوخ في الغابة ونشأت صحبة جميلة جدا بينهم وصاروا ربع مع بعض ويقومون بحمايتها من مكائد الملكة الشريرة وبعدها عاشت سنو وايت محهم في كوخهم الجميل اللي كان متروس بالحب والتناغم والأمان وصارت تشاركهم حياتهم اليومية لكن مكائد الشريرة ما كانت تتوقف وكل شوي امطرش حد يتخلص من سنو وايت وفي كل مرة كان صاحب المهم ما يفشل لين ما ياليوم اللي قررت فيه إنها تتنكر وتروح بنفسها عشان تتأكد من تمام مهمتها بقتل الأميرة الحسناء وفعلا نجحت خطتها وقدرت تسممها من خلال التفاحة اللي قالت لها إنها تفاحة الأمنيات ولو تتمنى أمنية بعد أول لقمة وطبعا سنو وايت من طيبة قلبها صدقة العجوز اللي كانت مراتبوها متنكرة في زيها ووقع المكروح اللي كانوا يخافون منه الأقزام السبعة وجو البيت وشافوا بياض الثلج مهمة عليها وطايحة على الأرض وغايبة عن الوايد ننت توالى الأحداث ويبتدي الأقزام السبعة يعتنون فيها وبمرضها واللي مو عارفين شو علاجه وبعدين قرروا إنه يهاجموا الشريرة بعد ما دلوهم حيوانات الغابة على مكانها وراحوا يهاجموها وابتدت ترد عليهم الهجوم لين ما فجأة طاحت من أعلى الجبل وانتهى وجودها وفي الختام سنو وايت طبعا تتزوج من الأمير وعاشوا قصة حبهم اللي تخلدت لين يومنا هذا طبعا هالفيلم لين اليوم تم ترند من خلال قصة ومن خلال التذكير بانطلاقة ديزني لأنه مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة إنها كانت مغامرة كبيرة وايد لما قرر وولد إنه هو يدخل في تحدي لإنتاج هذا النوع من الأفلام ولما خبرناكم ياه إنه هو كان متوقع إنه بيحتاج تقريب الـ 250 ألف دولار يعني بمعدل عشرة أضعاف تكلفة حلقة وحدة من ميكي ماوس اللي كانت في البداية في سلسلة ديزني ولين ينتج نفسها النوع اليديد من الأفلام كان لازم إنه هو يغامر في راس المال اللي نوع إنه يبتدي فيه لكن تو ما بدأ يدخل في التفاصيل وانصدم بمبلغ التكاليف وطبعا أخوه شريكة روي ديزني وزوجة ليليان حاولوا كل جهدهم إنه هما يثنوه عن راية في إنتاج هذا النوع من الأفلام وإنه هي المغامرة ترى مبزينة وممكن إنها تفشل لكن هو كان عنده بعد استراتيجي آخر يخليه كن واثق جدا في نظرته وطموحه وطبعا اللي نقدر إنه يحصل على التمويل اللي كان لازم لإنتاج هذا الفيلم اضطر حتى إنه هو يرهم بيته عشان يحصل على القرد واللي تعرفوه إنه تكلفة إنتاج الفيلم في وقتها وصل للمليون وخمسمائة ألف دولار تقريبا وهالرقم في ذاك الزمن اللي هو تقريبا من ربع قرن كان جدا ضخم يعني كأني أقولكم مليار بزمنها بس طبعا نفس ما نعرف إنه هي المغامرة هي اللي وصلت ديزني للي هي فيه الحين كمؤسسة ترفيهية وعالمية وخصوصا إنه في هالفيلم اللي قلنا كان الفعل الطيب على عالم ديزني تعرفون ليش؟ تراني بخبركم أول شي لأنه ترشح لجائزة الأوسكار ومو بس جدي حصل على سبع تماثيل صغار رفقة مع كأس الأوسكار كناية عن الأقزام السبعة وطبعا الموسيقى التصويرية ترشحت لجائزة أفضل موسيقى في الأوسكار وطبعا سلسلة النجاحات لديزني كانت كثيرة جدا وعلى مرة العقود ومن أهم وأنجح الأعمال اللي أنتجدها ديزني كان فيلم الملك الأسد هذا الفيلم اللي استغرقت عملية إنتاجها مدة طويلة جدا وعناية فائقة جدا هذا الفيلم الدرامي الموسيقي المتحرك اللي كان رقمه 32 بالنسبة لإصدارات أفلام ديزني من نفس النوع ابتدت فكرة الفيلم في عام 1988 خلال اجتماع جمع ما بين جيفري كاتزينبيرغ وروي أي وقام المؤلف توماس أمديش بكتابة مضمون الفيلم وقامت الكاتبة ليندا والفترون بتطوير نصوص الفيلم الأولية تم اختيار جورج سكيربنل لتولي إخراج الفيلم وانضم إليه لاحقا المخرج روجر أيلرس بدأت عمليات الإنتاج في عام 1991 وكان ذلك في نفس الوقت اللي بدأ فيه إنتاج فيلم بوكهانتوس مما ساهم في شهرة فناني والد ديزني للرسوم المتحركة طبعا فريق العمل كان عنده وايد من المهنية والاحترافية وقرروا توجه لمنتزه هيلز غايت الوطني في كينيا لدراسة بيئة الفيلم وحيواناته عشان يكون فعلا شيء مشابه للواقع حد المطابقة ولكن قرر جورج سكيربنر مغادرة الإنتاج بسبب رفضه لتحويل الفيلم إلى فيلم موسيقي مع أن هذا القرار جال صالح الفيلم طبعا أن يكون فيه موسيقى لأن موسيقى الفيلم بالتحديد حصلت على جائزتي أوسكر واحدة لأفضل أغنية أصلية وأخرى لأفضل موسيقى تصويرية لأ وبعد تحسبون وقفنا هنا ترى حصل على جائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم موسيقي وكوميدي وأول ما ننضم إلى المشروع كان دون هان اللي عبر عن عدم رضاه عن السيناريو ما أدى لإعادة كتابة القصة وتم إنتاج حوالي 20 دقيقة من المشاهد المتحركة في استيديوهات ديزني في فلوريدا وتم استخدام تقنيات التحريك بمساعدة الحاسوب في مشاهد متنوعة ومختلفة من الفيلم بما في ذلك مشهد تدافع الحيوانات أما عن قصة الفيلم فهي تبدأ مع ولادة الأسد سيمبا في أرض العزة وتستمر القصة من طفولتها المبكرة وبعدها بمدة يفقد سيمبا والده مفاسة نتيجة تعرضه لمؤامرة ينقتل فيها ونتيجة الحدث اللي صار يتحول حكم الأرض والغابة لعم سيمبا الأسد سكار لكن سكار ما بيترية أنه يقعد ويلوم سيمبا كل الوقت ويخبره أنه كان السبب في مقتل والده لين ما وصلت المواصيل مع الأسد الصغير وطفر وودر كل شي وراه ورحل عن الغابة من وراه إحساسه بالألم وعذاب الضمير أنه هو كان السبب الرئيسي لأنه يفقد والده ولما يهرب سيمبا من الغابة يحاولون ربعة وعياله يدورون عليه لكن ما يحصلون له أي أثر يلتقي سيمبا أثناء رحلته بتيمون وبومبة ويصير أعز أصدقاءه ولما يكبر سيمبا يلتقي بنالة صديقة الطفولة اللي ما كانت له ولا أي أحد يعرف أنه هو بعده عايش وفي هذا اللقاء تخبر نالة سيمبا باللي صار في الغابة وكيف بطش سكار في الحكم وأن الغابة تحولت إلى غابة موحشة جداً بسبب حكمه القاسي وأن الفوضى عمت المكان وبالطبع خبرته أنه هو لازم يرد وياها ويرجع يستلم الحكم لين تعود الأمور كما سابقها في عهد مفاسة بس طبعاً سيمبا وإحساسه بالدم كان واقف تجاه عودته لأرض الوطن وهالشي هو اللي خلاه يرفض عرض نالة وأنه يرد وياها لكنه بعد فترة يلتقي سيمبا بالقرد ريفكي اللي كان صديق مفاسة وبهالأثناء يحس أنه هو شايف أبوه جدامه وشايف الحكمة والوقار اللي كان يتمتع فيهم وهني يقرر أنه هو يرجع وياخذ الحكم من سكار الباطش ويرجع الغابة لعهدها القديمة ويتم هالشي طبعاً بعد مشاورته لرفكي ومن يعود للغابة تلقى أن الحرب قامت بين سيمبا وعم سكار اللي كان حواليه شلت حيوانات من الحيوانات الغير محبوبة في الغابة وإنه بجمع حواليه الضباع المنبوذة وقاعدين يستلمون الغابة وحكمها وهني بس ينشأ الصراع ويحاول سيمبا أنه هو يحل الأمور بالطريقة السلمية لكن عمه طبعاً ما يرضى يستسلم بسهولة وبعدها بمدة ينشأ خلاف بين سكار والضباع اللي كانوا على أساس مصادقينة وهذا اللي يتفحهم أنه هما يقتلوه وشدي ينتهي عهد سكار اللئيم والظالم ويرجع سيمبا لملك الغابة مع أصدقاء اللي يساعدوا من أول ما ابتدت الحكاية اللي هما تيمون وبومبا وبيتزوج من نالة اللي كانت صديقة توفوتا وفي مشهد رومانسي يشبه مشهد البداية بين ختم الفيلمة من أهم الدلالات بعد دلالة الإيرادات اللي كانت وايد كبيرة وبلغت 968 مليون دولار تقريباً كانت دلالة أن هذا العمل انطلبت دبلجته لأكثر من لغة وتم طلب دبلجته للغة العربية بعد سابقة سنو وايت ومن بعد كانت من الدلالات الحلوة جداً وإن فعل خير على هالفيلم أن تم عرض عقب ما افتتحت ديزني فرحة في الشرق الأوسط وتحديداً في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي عام 2011 استمر الأسد الملك بنجاحاته فهذا الفيلم تم إعادة إصداره ولكن في حلة مختلفة للمشاهد فأصبح بالإمكان مشاهدته عبر طريقة ثلاثية الأبعاد احتل الفيلم المرتبة الأولى في شباك التذاكر في الأسبوع الأول بإيرادات بلغت 30 مليار و 200 مليون دولار وهذا اللي خلى الفيلم أول فيلم يتم إعادة إصداره من عقب فيلم حرب النجوم وفي الأسبوع الثاني استمر الفيلم يحصد الإيرادات العالية رغم أن الناس كانت متوقعة أن الإيرادات تنزل لحد 50% لكن حافظ هذا الفيلم على إيرادات عالية جداً مقارنة بأي فيلم ثاني وطبعاً ديزني تعودت أنها تحافظ على مستوى عالي من تقديم الأفلام وعودت الناس أنها كل مدة تنزل فيلم تسابق فيه وتنافس فيه السوق العالمية لإصدار الأفلام بنختم حلقتنا مع الفيلم اللي كان رقم 53 من إصدارات ديزني هالفيلم يطويرين العمر والسلامة حقق أعلى نسبة إيرادات على مستوى العالم تعرفون أنا الشيء أستقول صح؟ هو فيلم فروزن أو ملكة الجليد الفيلم مستوحى من قصة ملكة الجليد وتم معالجة القصة على مدار كذا سنة لين ما خلاص خذوا القرار وقرروا أنهم يطوروا هذه القصة عسى بيكون عندنا هالفيلم اللي حقق نسبة نجاح كاسحة بكل المقاييس فأحداث الفيلم بتبتدي في مملكة أريندالة اللي بتسكنها أميرتين عندهن قوة خاصة اللي هنه آلسا وآنا آلسا بتكون ميزتها إنها تروم تتحكم في الثلج والبرد والجليد لكن من طفولتها بأحد المرات بتفقد سيطرتها على قواها وهالشي بيأذي إختها لكن الملك والملكة يساعدوها إنها تتخطى هذا الموضوع لكن إلسا ما رامت تتجاوز أذيتها لأختها رغم إنها كانت عن طريق الخطأ وعشان شذي تتحول لشخص منعزل وتكبر هي وإختها مثل الأغراب وبعد وفاة الملك والملكة يتم تتويج إلسا على المملكة ويتقدم أحد التجار الأمراء الطمعانين في المملكة ليخطب آنة شقيقة إلسا لكن إلسا ترفض إنها تبارك هذا الزواج لأن شكوكها تجاه هانز كانت كبيرة جدا وتحس إنه فعلا هو طمعان بالحكم وقالت لأختها إن هي هالزواج ولا تستعجلين فيه ويبالج تفكرين مرة ثانية لكن أنا بتناقش إختها ويحتد الحوار بينهم وهني تفقد إلسا سيطرتها على قوتها وتوصل لذروتها وتعصب وهالشي يتسبب بالغلط إنه تتحول الدنيا لفصل الشتاء على طول السنة طبعا هذا المشهد يكون كثير قاسي عليها واللي يتفحها إنها تهرب من المملكة وتسكم بعيد في أحد الجبال الجليدية وفي غيابها تتعرض المملكة للبرد والسقيع وبسبب قواها اللي يصوروا يرمسون عنها في المملكة إنها لعنة إلسا إيه هي السبب وراها لين ما تقرر أختها أنا إنها تروح تدور عليها وتردها للمملكة وتخليها تهدي وتخوز لعنتها وفي طريقها للبحث عن شقيقتها تلتقي أنا بفتى الجليد اللي يساعدها في نهاية القصة إنها تستعيد أختها وفي نهاية الفيلم تجسدت الحكمة اللي خلت قصة الفيلم تكون فعلا قصة حكيمة اتخلي الناس كلها تتعاطف معاها وتعطي معنى يديد للحب الحقيقي في نهاية القصة يتحول قلب أنا إلى جليد وتكون إلسا مسجونة وهانز يفصح عن نواياه الخبيثة في السيطرة على الحكم رغم إن الوحيد القادر على إحياء قلب أنا من جديد لأنه بحسب الحكيم إن وحده الحب الحقيقي هو اللي يقدر يسيطر ويغير على قوى إلسا لكن هني هانز بيآمر بقتل إلسا وبيتهمها بالخيانة جدام المملكة كلها وفي نهاية الفيلم بضحي أنا بنفسها عشان إختها وهالشي بيخليها إنها تتحول لقطع الجليد بلحظة إلى أن توقف قدام السيف اللي متوجه بوجه إختها إلسا وعقب تتحول أنا إلى جليد إختها ينفطر قلبها عليها وتقوم تعانقها وفجأة يذوب الثلج عن أنا وترجع ترد للحياة مرة ثانية عشان نعرف إن الحب الحقيقي كان هو حب الأخت ومش الحب اللي تعودنا نسمع عنه في باقي الأفلام وفي ختام الحديث عن روعة هذا الفيلم اللي كان من إنتاج ديزني لازم أعلمكم أن أغنية ليتت جو واللي هي أغنية الفيلم الشهيرة حققت أعلى نسبة مشاهدة حول العالم من هنا أقدر أقول أن فيلم فروزن كان من أكثر الأفلام نجاحاً في تاريخ ديزني وفي تاريخ السينما الأمريكية عموماً اليوم خبرتكم عن قصة ديزني في أنجح ثلاث أفلام أنتجتهم وشو كانت قصصهم وبعض من تفاصيلهم من وراء الكواليس وكالعادة الوقت خلص معانا وما حسبنا هالحساب تريونا في حلقة يديدة وقصص يديدة وأفلام يديدة ولا تنسون اتخبرونا عن رأيكم في هاي الأفلام اللي طريتها لكم اليوم واكتبونا رأيكم في التعليقات مع السلامة